يقولون لك أن المشكلة ليست في الدين إنما من يتعامل بالدين من رجال الدين والحكام والسلاطين أنا أقول لمن يتحجج بهذه الحجة وأتحداه أن يردها علي وأتحداه أن يتراجع عن قوله ويصحق قوله وأتحداه أن لا يخجل من نفسه إذا قالها مرة أخرى أو ردد هذه الحجة مرة أخرى أقول له أنت تقول بأن هذا الدين تم تشويهه ومن قبل رجال الدين أو رجال السلطة الذين تاجروا بهذا الدين وأن الله عزنا بالإسلام فكنا عرابين الحضارة والتطور والتراث يشهد بذلك وما إلى هذا النوع من الأقوال والتبريرات وطبعا هؤلاء يقولون أن الدين لا يتعارض مع العلم ولا يتعارض مع التطور ومع الحضارة وكل هذه المواصفات بالنسبة لما هذا الدين كامل مكمل ونفسيا أقدر هذه المسألة لكن هؤلاء أسألهم أقول لذا كان الدين بهذا المعنى هو الذي جاء كاملا مكملا ولعل في الآخرين فهذه ليس حجة كافية هذه حجة مضروبة لأن الدين الذي يدعي أنه جاء كاملا مكملا ضمن الكماله يجب أن يكون قادرا على مكافحة وعدم السماح لأحد بانتهاكه واستغلاله لصالحهم فبالتالي إذا كان هناك عيب صادر عن الناس يتبوؤون مكان متقدم في هذا الدين ويرعون أمر الدين فالعل في الدين وليس فيهم لأنه جاء خصيصا لكي يتخلص الناس من هذه المسألة وإن رددتم علي هذه فهناك واحدة أقوى من هذه بأن هذا الدين جاء ليصحح العرافات القديمة هذه هي الحجة الأساسية لماذا أتت هذه الرسالة الجديدة خاصة بالإسلام مثلا بحجة أن الأديان السابقة التي أرسلها الله نفسه تم تحريفها وتحريف كتبها المقدسة فبالتالي هذا الذي أتى يجب أن يكون كاملا مكملا وتقولون أنه كامل ومكملا وليس فيه أي عيب بالتالي ما سر هذا الخراب الذي نعيشه منذ 1500 عام ما سر هذا القتل الذي جرى من أول يوم من يوم السقيف إلى هذا اليوم القتل بين الصحابة أنفسهم لماذا كل هذا الخراب إذن فمن يتحجج بهذا أدعوه لأن يخجر من نفسه وأن لا يكررها وعلى أن يعرف بأن هناك مشكلة داخل الدين نفسا وأكتفي بهذا وأتمنى أن يأنا اسم ما أقول أتمنى أن أسمع تحليقاتكم والأفضل أن لا كالعادة سيوجهون الاتهام اللي أنا شخصيا بدلا من أن يردون على الحجة لأنهم وهؤلاء أقول لهم مقدما أنتم لستم على درجة كافية من الشجاعة بحيث لا تجرؤون على مناقشة مسألة تخصدينكم إنما تجرؤون فقط على الدفاع عنه على دلق الكلمات المدحية تمدحون بالدين وتحاولون أن تصور لجميع بأن كل شيء كامل مكمل وأنكم ملتزمون بتعاليمه وآخر حلاوة لكنكم في الوقت نفسه رعددين مترددين خائفين من ذكر أي كلمة وأي إشارة تشير إلى أنكم غير راضين عن أدائه وأدائه أصحابه فبالتالي هذه المسألة أنا أدعو الجميع إلى أن يتفطنوا لها ويعرفوا أن الأمر ليس بهذه السورة هناك ناس الآن يقولون الأشياء بشكل علني أنا أو غيري أو مئات سيظهرونه والأشياء بدأت تتكشف ولم يعد بالإمكان التسطر على الأمور ولم يعد بالإمكان التحجج بهذه أو تلك وبهدف التغطية على الحقائق وعدم كشفها وعدم الدخول أو عدم مواجهة الإشكالات التي نواجهها في حياتنا هذه المسألة ليست أنه تطعن في الدين أو تضر بالدين أن المسألة هي تتعلق بأن هذا الدين الذي الدين أو أي عقيدة أو أي آيديولوجيا تسيطر على حياة الناس يجب أن تنتقد يجب أن يتم تحليلها وتفكيكها ومراجعتها والتدقيق فيها ومعرفة ماذا تقدم ماذا تؤخر ما الذي نسيته كلها هو الشغل هذا الدين بيأكمله عبارة عن عمل مئات بل آلاف بل عشرات الآلاف من الرجال الدين والفقهاء وبالتعاون مع السلطات حاكمة وتدخل واتغلغل فيه مسائل كثيرة لها علاقة بالمصالح والعلاقة بالقوة المهيمة على المجتمع القوة المالية والقوة حصيلة التفاعلات لا أول لها ولا آخر ولا يمكن السيطرة عليها فبالتالي لا يوجد شيء اسمه مقدس المقدس موجود حتى يحافظ على هذا الدين ولكي لا يحدث يسير النظام الحاكم بطريقة جيدة والوضع الراهن يبقى على ما هو عليه ولا يجري تغيير الأعراف والتقاليد والقيم والأحكام الدينية بين يوم وآخر هي هدف الاستقرار ولا يوجد في ذلك الزمان إلا فكرة المقدس والعبادة لإله واحد وطاعته هذه الفكرة كانت مهمة جدا للحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار والاتفاق على كود أخلاقي يجمع جميع تحت سقفه هذه المسألة بيأكمل الآن لم يعود بالإمكان عدم نقد هذا الكود الأخلاقي أو الكود الديني لا يمكن أن يبقى كما هو إلا فأن مجتمعاتنا ستنهار وهي الآن في طور الهيار شكرا جزيلا وأسفل طالب مع السلام